موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب كيف الحال احنا كده بقى خلصنا التسطيبات بتاعتنا خلصنا سيمفوني CLI وزبطنا البيتش بي ستور معاشان خاطر يستخدم السيمفوني او يعني ايه يبقى كده الدنيا ماشى كويس اوي معاي ومع السيمفوني ان احنا سطبنا السيمفوني بلاجنز وغيرها وفي نفس الوقت استخدمنا السيمفوني سيرف ان احنا نشغل السيرفر اللي موجود داخل السيمفوني CLI دلوقتي بقى جي الوقت ان احنا هنكريت اول صفحة دينا في السيمفوني ده باستخدام الكنترولرز والروتز اي صفحة في السيمفوني بتتكون من جزئين اساسيين اللي هما الروتز والكنترولر الروتز وده اللي بيحدد الURL بتاع الصفحة اللي هيروح له البراوزر تاني حاجة او تاني جزء اللي هو الكنترولر ده بقى اللي فيه كل اللوجيك او البيزنس لوجيك اللي انت عايز تعمله بتبعت مثلا HTML بترندر يعني HTML ريسبونز او بتبعت مثلا جيسون ريسبونز بتبعت اي حاجة من خلال الكنترولر طبعا ده بمساعدة مثلا الريبوزوريز والسيرفزز واي بندلز دانية بتستخدمها ولكن ان جنرال الصفحة بتتكون من جزئين جزء الروت وده هو الURL وجزء الكنترولر وده هو البيزنس لوجيك اللي بيتمثله الURL دي تمام؟ الصفحة اللي انتو شايفينها دي دي الصفحة الاساسية يعني انت لو ما عندكش اي روت خالص دي الصفحة اللي بتتعرض للناس دعالوا بقى دلوقتي نشوف ازاي تعمل صفحة جديدة في السيمفوني لو جينا هنا في الكود هنلاقي ان في ملف انا شرحته وبيعمل ايه في درس قبل كده اللي هو الروتس والتن الروتس ده في كل الروتس الخاصة بيك وزاي ما قلنا ان الصفحة بتتكون من حاجتين الروتس والكنترولر فهنا انت بتديفاين الروتس نفسها يعني ايه بقى اولا الفرمات ده اللي هو اليامل فرمات اليامل فرمات نوع من انواع الفرمات بتاعت الفايل زي مثلا جيسون و وكده لكن الفكرة ان هو بس عبارة عن key and value والمسافات هنا بتفرق جدا تمام ليه لان مثلا ده الاندكس تحتيها الباس تحتيها الكنترولر لكن مثلا لو جيت هنا وضفت مسافة تانية تحت الباس فانا كده عندي تري بقت اندكس تحتيها الباس وتحت الباس في حاجة تانية تمام فقلنا المسافات بتفرق جدا ولكن هو سيمبل كده بس ان انت تضيف الروت بتاعتك طيب تعالوا بقى اول ناكتيفيت الكود ده ونشوفها يشتغل ازاي طيب ده معنى اي اصلا الكود ده؟ ده معنى ان الروت اللي اسمه اندكس الباس بتاعه مفيش اصلا حاجة يعني هو الديفولت باس بيروح الكنترولر اللي هو الديفولت كنترولر الفونكشن اللي اسمها اندكس زي ما قلنا ده كده جزء الروت يعني اول ما الURL او اول ما البراوزر يطلب ان هو يروح على الصفحة اللي هي سلاج بس من اجر اي حاجة خالص تمام؟ الكنترولر اللي هيشتغل اللي هو الديفولت كنترولر الفونكشن المعيانة اللي هي اسمها اندكس طيب احنا كده عملنا اكتيفيت ولكن لو رحنا على الكنترولرز هنا في السورس مش هنلاقي اي كنترولر فكده الكود بتاعنا مش هشتغل فاجي هنا ممكن اغير الديفولت كنترولر ده نخليه اب كنترولر تمام؟ ونخلي الفونكشن هي هي اندكس ونروح راحين بقى الكنترولرز هنا وعوله ان انا عايز اعمل كنترولر جديد اقول له new php class تمام؟ اقول له اب كنترولر تمام؟ واتلاقي هنا على طول جابلك النام سبيس وكل حاجة ليه لان احنا سطبنا السيمفوني بلاجر وفي نفس الوقت خلينا ال php storm synchronized مع الكمبوزر.json فاحنا لما نضيف بقى ال auto loading بتاعنا اللي هو جاي في السيمفوني CLI هتلاقي على طول الموضوع شغال معاك ايه كده السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا عندنا تمام؟ نيجي بقى كده نقول له اوكي هتلاقي كده نضيفه في ال get انا كده عندي كنترولر فالمفروض كده عندي كنترولر ده كده اول خطوة التاني خطوة نعمل ايه نضيف ال function اللي اسمها index اجي هنا بقى اقول له public function index تمام؟ انا كده بقى عملت الصفحة يعني يعني معنى ان اول ما تتسيمفوني تلاقي ان في اي براوزر رايح على اللينك اللي هو سلاش هتروح على طول بعتها على ال app controller على ال function اللي اسمها index اجي بقى هنا اجي بقى اقول له ايه انا كده اجاني request مفروض ارجعي ارجع response زي ما قلت اي framework في ال php وبالذات السيمفوني بتاخد request وبترجع لك response بتاخد http foundation request بترجع لك http foundation response ممكن يكون مثلا render html بتبعت json بتبعت اي حاجة ولكن في الاخر لازم يكون هو برضو symphony response بتاع الهنا بس نرجع response بسيط اللي هو مثلا نقول له return new response ونختار من هنا component اللي هو موجود في component slash http foundation اوكي انا بقى اقول له عايز ارجع هنا ال controller واجه هنا اقول له welcome to our first page اوكي تمام طيب انا كده عملت ال function وضفت اللوجيك البسيط بتاعي وفي نفس الوقت هنا ثبت ال route فاجه هنا بقى روح رايح على الكود او غاز دي على browser وقل له refresh تمام بتلي بقى ان هو يقرأ راوتس ويبتدي يقول لي الصفحة دي شغالة ولا لا ايه ده دي مشكلة ايه بقى المشكلة دي المشكلة هنا شباب لو جينا قرينا بقى ممكن برضو ايه ناخد خبرة شوية قال لك symphony exceptions ومضمن اهم ومعيزات symphony نهاية بتديك كل حاجة تخص ال exception تمام طبعا ده في ال local بيقول لك بقى ايه كانت connect to server مش عارف ايه connection refused وكلام كبير كده سيرفر ايه بقى البورت ده بتاع ال database كنا شغالين من قبل اصلا ما دي في ال routes مكانش هو بيشغل كرنل وكلامنا كله هو بس بيارد لك الصفحة اللي هي ال default دي وخلاص ولكن دلوقتي بقى بدأ يرى كل البندلز اللي موجودة في البندلز عندك ويرى configurations بتاعتها ويشوف التسبيطات بتاعتك او التسطيبات بتاعتك دي شغالة ولا لا فلو جينا هنا هنلاقي ان في البندلز تمام في الدكتورين بندل الدكتورين بندل ده لازم ان هو يconnect على ال database ولو جينا هنا في ال environment variable تمام هنلاقي ان انا هنا بقوله ان انت database url بوستجري ومش عارف يوزر نيم و باسورد وكلام من ده طب انا اصلا ما عنديش بوستجري عندي على ال local طب عشان خاطر يوفركم كل الكلام ده كله ممكن ان احنا نيجي هنا تمام ونروح فاتحين ال database انا كده كده عندي mysql عندي على السيرفر اواصدي عندي على الجهاز هنا وزهلة جدا ان ان انت تتكاري ال database فقوله هنا connect تمام واجه هنا ممكن اقوله add database واجه اقوله مثلا ال database اسمها webmasters تمام webmasters بس كده واجه هنا اقوله ان ال database بتاعتي هي mysql فارو اعمل activate لل line ده سوري اعمل activate لل line ده تمام ال line ده اللي هو ايه اعيل ان ال url بتاع ال database mysql database user اللي هو root وما فيش اصلا باسورد لان انا شغال local تمام وال host تمام وال port تمام وال database name زي ما كتبناها الي هي webmasters تمام webmasters وتمام كده طيب ال configuration ده هتتقري فين هتتقري في config files اللي موجوده هنا هتلاقي في yaml file في doctrine وهنا اقولك ان هو لازم يقرأ ال database url بيعمل لها resolve طبعا كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل اللي منخش في جزء doctrine والconnection اللي تتابيز والكلام ده والconfiguration ولكن هنا احنا احنا عايزين عشان نشغل بس الكود بتاعنا لان احنا اول ما نزلنا ال application بتاعنا نزلناه complete فنزل بقى مع doctrine ومع ال annotation ومع حاجة كتيرة فلازم ال configuration بتاعك تبقى شغالة كويس قبل ما تبدي اصلا تضيف اي كود تمام؟ فاحنا بس كده زبطنا ان احنا الكود بتاعنا يشتغل ولكن لو في حد مش فاهم حاجة معينة في اللي انا قلتو ده كله بالتفصيل ان شاء الله هنرجع له بعد كده تمام؟ فاجي هنا انا زبطت كده بقى ال configuration فالمفروض ان انا كده لو عملت refresh هاي connect معاينة كده وهو مفروض كده connected على ال database وهو هنشرح كل الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله فانا كده عملت اول صفحة اللي ايه في symphony application اللي احنا عملنا المرة دي ايه؟ كل الفكرة ان احنا بس عملنا صفحة جديدة شلنا الصفحة اللي هي welcome to symphony وابتدينا بقى في الكود بتاعنا او نشوف بقى ايه html او بس response وخلاص بعتنا request على route اللي هو slash تمام؟ وفي نفس الوقت عملنا ايه؟ عملنا controller وبعتنا response او اللي هو http foundation response من symphony المرة دي ان شاء الله بقى هنحاول ان احنا نستخدم حاجة تانية غير the yaml files لنضيف route واللي هي annotation شكرا لكم جدا وهي اصلا انا موجود على ايه سوشيو ميديا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى ان المусيق allocarle نظر على ايه ما بيناذ تنتظر على أكبر ايه شرب اشتركوا في القناة